للحديث أكثر حول هذه الجائحة في المملكة وينضموا لينا عبر سكايب استشار الأمراض المعودية دكتور وائل باجهموم حيكلة دكتور وائل معنا على التاسعة بداية نحن والشارع السعودي عموما ينظر إلى هذه الجائحة أنها منحسرة في المملكة والإلهي الحمد أنتم المختصين في هذا الشأن كيف تنظروا للوباء في المملكة أولا أهلا وسهلا جميعا أتشرفكم معكم اليوم مساء الخير مساء التفاؤل وأيضا مساء التفاؤل لا بد أن نربط هذا التفاؤل الجميل والأعداد الجميلة التي قلت حتى عن 500 هذا اليوم إلى الحذر الشديد لا نفرط لا نترك الأمور بسبب الفرحة ونزول العداد إلى هذا العدد المبشر حقيقة ولكن لا بد أن نربطه بحذر وترقب شديد ولنا في بعض الدول الأخرى خير مثال في أوروبا بالذات كما ذكرت قبل قليل الحذر واجب لا نفرط في التفاؤل الحمد لله الوضع جيد ومفرح ومبشر نجن الثمار ولكن بحذر شديد نعم طيب دكتور وائل ما بين انخفاض الحالات في المملكة وارتفاعها كما جاء في بداية هذا الملف معنا على التاسعة في دول أخرى ما الضامن اليوم من عدم حدوث موجة سعودية ثانية لهذا الوباء لا سمح الله طبعا الشيء المهم جدا هنا هو الوعي والذي تراهن عليه كل المؤسسات الحكومية وكل المنظمات العالمية الوعي المجتمعي إذا كان المجتمع واعيا لا يهمل لا يفرط بإذن الله لن تكون هناك أي موجة ولا زيادة في أعداد الحالات لأن الشعب الواعي سوف يحافظ بكل بساطة على أساسيات الاحترازات على التباعد الاجتماعي حفظ مسافة كافية بين الأشخاص الغسل اليدين عدم المصافحة تجنب التجمعات الكبيرة كل هذه أمور يعكسها المجتمع الواعي وبإذن الله تقي بأمره تعالى من كل المشاكل المتوقعة بسبب زيادة الأعداد إذا ما همنا نعم طيب دكتور وائل يعني اليوم نشهد انخفاض في عدد الإصابات بهذا الفيروس في المملكة لو استمر الانخفاض هل نحن ندخل مرحلة يعني أنتم خبرتكم في تاريخ الأوبية عموما في العالم هل ندخل مرحلة عدم الحاجة إلى لقاح لهذا الفيروس أم أننا نبقى محتاجين له ونسجل حالات بعد ذلك الحقيقة سؤال جميل أنا أشكرك عليه لأنه بطبيعة الحال إذا سجلنا انخفاض في عدد الحالات بشكل كبير سيكون هذا داعم قوي وأمر مبشر بالخير ولكن نظل دائما وأبدا في الأمور الطبية والوبائيات أن نكون حريصين لتجنب أي تكرار لهذا الوباء فبالتالي اللقاح مهم ومهم جدا أنا أدعو يعني كما تدعو وزارة الصحة بشكل كامل تحفيز كل المشاركين في إنتاج اللقاح سواء داخل البلد أو خارجها كما نرى تدعم الجميع لإنتاج هذا اللقاح لأن الحل الأمثل والأبدي سوف يكون بوجود لقاح وهذا مجرب في عدة وبائيات سابقة عبر التاريخ نعم دكتور وائل ختاما أنت كيف تنظر لمستقبل هذه الجائحة في المملكة بعيدا عن مسألة اللقاح وغيرها أقصد في مسألة الأرقام مسألة الوفيات مسألة لا سمح الله موجة ثانية هذه الأمور كيف تنظر لها برأيك حقيقة أنا من أكثر الناس تفاؤلا ولله الحمد إذا استمرنا بهذا النظام وبهذا الوعي وبهذا الذكاء بالتعامل مع الحالات بإذن الله سوف نصل إلى مرحلة النهاية تماما من الوباء لا ننسى المواقف التي تمت خلال الفترة الماضية من الأزمة من بدايتها وحتى الآن أرى بأن الطريق إلى النهاية ولله الحمد إذا استمرنا بكامل الوعي للمجتمعي والالتزام بالاحترازات للفترة الكافية شكرا جزيلا لك الدكتور وائل باج هموم كنت معنا عبر سكايب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك